أسماءك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرف من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليك تعرف عليك تعرف عليك طول عمري من بهرب عقلية السعداء طريقة تفكيرهم شلون عايشين تفاصيل حياتهم المهارات اللي عندهم في هذا الموسم راح نتعرف على الله بأسمائه وصفاته ونعلم بأن القوي هو الذي يؤدينا الهدوء عند الأزمات وأن الرحيم هو الذي يرحمنا واللطيف هو الذي يلطف بحالنا والفتاح هو الذي يفتح لنا الفرص فالحياة مع الله مع أسمائه وصفاته هي السعداء فلنتعرف عليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تدرون أمتا يكون الواحد حر لما ما يكون متعلق بحد أنزين مو متعلق بحد هل معناته ما يحب أحد؟ لا في فرق بين الحب والتعلق احنا اليوم قاعد نتكلم عن الإنسان مستقل عاطفياً عن الناس هذا الإنسان تشوفينه بموقف قوي لفقد عزيز ثابت هادي هالمعناته أنه قلبه قاسي أبداً ولكن مو متعلق عاطفياً بهذا الشخص طبعاً ممكن العين تدمع قلبي أحزن ولكن الإنسان راضي ومو متعلق ومن وين تي هذه الحكمة في أن أنا أكون مستقل عاطفياً عن الناس لأن أنا أدري أن هذه طبيعة الدنيا إنما الدنيا فناء ليس في الدنيا ثبوت ويقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعلق قلبك بالله الباقي هذا الإنسان المستقل عاطفياً من وين ياب هالقوة؟ ومن وين ياب هذا الثبات؟ لأنه هو رابط نفسه بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته فهو مستغني بالله سبحانه وتعالى بكل الأسماء لأنه يعلم عنده رب كريم ما أحتاج الناس تتصدق عليه عندي رب ودود يحبني ما أحتاج أستجدي الحب من الناس عندي رب يعطيني يرزقني حكيم كل هذه الأمور أنا قاعدة أشوفهم ووقنا فيها فما أخذها من الناس فيكون هذا الإنسان مستغني بالله الغني المغني هو الذي يغنيك عن عباده يغنيك عن غير عن غيره فالإنسان المستقل عاطفيا ممعلق نفسه بأحد يكون سعيد شنو؟ سعيد بنجازاته سعيد بعلاقته بالله سبحانه وتعالى سعيد كذلك بعلاقاته ولكن دون ربط السعادة بالناس لأن الناس متقلبين أمزجتهم متقلبة كذلك صديقتك طالع معاها وانتوا قاعدين قالت لك والله فلان اليوم راسي عورني مو مالسوالف انت ريق ونطلع يسلم راسك مو معناته صديقتك ما تحبك خلاص احنا مو ربع لا مين قال أي اليوم راسي عورها نسوالف مرة ثانية نعوضها مرة ثانية ما في تعلق يأتي السؤال زي شلون نستغني عن الناس زي أنا بحاجة حق الناس أنا إنسان اجتماعي بطبيعي تاج الناس حواليني احنا ما قلنا قطع علاقاتك ولا قلنا لا تحب حب أموك حب أبوك زوجك أبنائك أصدقائك كل حد بس لا تتعلق وأنظر لكل شخص بأن الله كاتب أن يكون في حياتي بهذا الوقت لكل علاقة هناك وقت انتهاء إما أن تنتهي بظروف الدنيا أو أن تنتهي بانتهاء حياة هذا الشخص فالتعلق التام بالله سبحانه وتعالى هو الباقي وحده شا تقول لك الدراسات يقول لك أن التعلق العاطفي في شي خطير ابحثت في أسباب التعلق العاطفي يعني ليش الناس متعلقة بالناس واحد لأنه عندهم خوف من الرفض يخافون أنهم يرفضون فأنا بيتعلق بالأوادم وأبي أسوي اللي هم يابونا عشان ما يرفضوني أثنين الخوف من التجاهل وعدم الإعجاب فأنا بيكون كول مثلهم وأبي أسوي اللي هم قا يسوينا عشان دايماً أهم معجبين فيني وفي اللي قاعد أسوي ثلاثة الخوف من الانتقاد الواحد يخاف أنه قد في يقول خليني أهم مش قاعد يسوون معاهم عشان لا لحد ينتقدني المشكلة في موضوع التعلق أن الواحد من الكثير ما يبي يرضي الناس حتى الجذب يستسله لأنه يعني هفلان ريحت سافرت المكان إيه 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 إنزيل لحظة بس أنت ما سافرت المكان لا هو عشان يبي اللوك والإمج إن أنا كول وأنا سافرت بعد وأنا سويت وأنا حطيت فدربالك في حديث خطير عرض عيسلم مرة معاوية بن سفيان كتب للسيدة عائشة وقال لها أكتبي لي كتابا توصيني فيه وأوجزي فاكتبت سيدة عائشة شنو السلام عليكم أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك الله أكبر يعني عطتها حديث من أحاديث الرسول عليه وسلم المحورية اللي تقول دربالك أو قبل دربالك تحرص على التمس رضى الله ولو كان بسخط الناس يعني أرض ربك حتى لو ربعك مراضين عنك ما لهم خلق مثلا أنتو طالعين طلعا أو سينما مدري شنو بس السينما في صلاة المغرب بنصل هذا سجك بتطلع عندها شنو فشلنا الآن تطلع طوفك أصلا ما يخالف لا يرضون صلاتي ما طوفها وتدرون شو النتيجة كفاه الله مؤنة الناس يعني رب العالمين يكفيك أنك أنت تحتاج ترضي الناس ما تحتاج ترضيهم الله بيرضيهم عنك وإذا التمست رضى الناس بسخط الله من لي المشكلة يوني قول لك فلان مو قلتش أنت بيتسلي لا لا خلاص خلاص ما بيعطلكم ما يخالف ما يخالف نكمل نكمل الدرب بس أنت فلان ما الطوف صلاة لا عادي عادي عشان ما تتأخرون لحظة الحين مهم أنهما يتأخرون ولا الأهم أنه هذه صلاتك صلاة ربك شي صير في هذا الإنسان وكله الله إلى الناس يلا ماذا يلقع ترضيهم روح لهم خلي ينفعونك يساعدونك ولا داروا عنك وكله الله إلى الناس الحين إذا أحنا نبي يكون عندنا استقلالية عاطفية خطوات عملية واحد في جملة وايدة أحبها تقول ما خالف سامحون إنقليتي بس إيها حلوة تذي why fit in when you were born to stand out يعني الله سبحانه وتعالى خلقك مميز ليش لازم تفقص روحك مع الناس مع الخيل يا شقرة وتتعلق فيهم أنت مميز رب العالمين مميزك جملة ثانية كذلك مؤثرة يقول لك همي خالف إنقليتي سامحوني when you say yes to others make sure you're not saying no to yourself دربالك مو على بونا بترضي الناس ويا الله ياس 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 كش يتسوي معاهم وإنت قعد تقول no to yourself قعد تقول لأ حق مبادئك قعد تقول لأ حق قيمك حق وقتك حق أولوياتك ثلاثة ارتبط وعرف بأن الله المغني يغنيك على الناس أربعة تعلق بالباقي فهو الذي لا يزول سبحانه سمعوا هذه القصة عن بنت توهمت وظفة بالدوام وأول ما راحت الدوام التقت فيها المديرة وزهر الله خير تعلمها سوي وهذه الأقسام وهذا من أحلى ما يكون وتدش وتعرفها على القسم وتلقى واحدة من بنات القسم عجبتها شذي يعني وتسولف وكلامها مسموع وكل يعني كل هالأجواء فيعني عندها طالعه أن الله حلو أبي صير رفيجتها إن شاء الله مع الأيام بدت تعود على القسم والشغل وكل هذه الأشياء يتلها هذه المشهورة نوعاً ما بالقسم بشطتها وناستها يتلها فلانا فلانا أنا بس قعد أكتب تقرير حق المديرة وف هذا يعني وصلت لهني ونسيت ما أدي شون الطريقة اللازم نضبط فيها ما تلها حاضر عدا نتوفرش قائلت لي يعني وتضبط معاها بالكمبيوتر ويضبط التقرير وتفرح أوه مشكورة وما دي شنو لا والله صدقين طلعت يحدش مفيدة لا لا يبلنا طلعوا يا بعض يبلنا قهوة على قل والقهوة اللي يم الدم طبعاً هي مو متعودة تسويها وتحسنها مو صح بس كلها أخافة صير مو كل نفسه وتهدني طبعاً علاقتهم زادت صارت مو بس بالدوام يروحون السوقها وهذيك تقول لها فلانة الجنطة هذي تينا تقول لها بس ما دري شنها وايد شتحوها وايد أهم شي اللوكس أخذي صارت ما تفكر شي خارج ميزانيتها خارج أولوياتها بيتهم نفس الشي عندها موعد مع الوالدتي هذيك ترى أنا بره بنروح قهوة تعتذر بالوالدة وتروح مع الرفيجة الكل حاس إنه في شي غلط لما يوم بالدوام كانوا كلهم قاعدين القسم ودش عليهم المديرة وترد عليها هذه البنت الكول ترد على المديرة يعني يعني بطريقة سيئة أو اللي كلهم استغربوا شبت هوشة بينهم كل واحد غلط على الثاني المهم إن الغلط الأساسي من هذه البنت الموظفة مو البديرة كانت قلطانا لما وصل الموضوع إلى تحقيق يعني فقاموا يا أبو شهود من القسم إنه تعالوا عشان نشوف بالضبط يعني شلون صارت الإثاءة قومي البنت اليديدة لما يوم يعني يشهدونها على الموقف اشهدت مع صديقتها وكانت شهادة زور كانت شهادة غلط تدري إن المديرة إيا اللي على حق طبعا بذاك اليوم تيها القمتة ترجع بيتهم ما لها خلقوا عمرها وأبوها يقول شفيك عرفتش أنت مو شذي شن تقول والله يبال موقف اللي صار وتقول له ويقول الله يسامحك شهادة تسور مرة وحدة لا بارك الله فيها البنت ولا لا 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 وسبحان الله عقب يعني كم يوم يصير في هذه البنت عوار قوي وهذا العوار يدخلها المستشفى ولا دودة زايدة ودز طبعا حق روب الدوام ترى أنا يعني ما رضيها لأيام وفيني دودة زايدة وبشذي وترد هذه الصديقة اللي المفروض تعتبر عيد كلوس الحمد للعسلامة فلانة لا ورد لا زيارة لا اتصال شان يقول ابوها مو قلت لشها البنية ما فيها خير قامت شاوت قالت والله أنا هذا موضوع شهادة تسور ما رح سكت عنا أول ما خلصت المرض راحت الدوام وراحت حق القانونية وقالت لهم شوفوا شهادتي الزور اللي قبل بشيلها لأن ماكو أحد يسوى وما يصح اللي الصحيح ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك يا رب العالمين سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر